في إطار حرس القيادة العامة لقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهل الطلبة الكليات والمعاهد العسكرية قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالزيارة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أساب عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبات الكلية الحربية وقدم من خلالها التهنئة للطلبات الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بإعدادهم لتخريج دباط مقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن المقدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقات على عاطقهم وأشهد القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة عددا من الأنشطة التدريبية لطلبات الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية كما شارك طلبات الكلية تناول وجبة الإفطار وناقشهم في العديد من الموضوعات في شتى المجالات واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة وأوصاهم بالتمسك بالمبادئ العارقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المشئولية وصون مقدسات الوطن